محمد كنت بسألك قبل الفاصل أنا كنت بروح أي مستشفى من المستشفىات الخمسة اللي هيدقلوا دول كنت باخد الخدمة بتاعتي بدفع التذكارة بجيب موافقة لو في عملية علاجة على نفقة الدولة بعد الجديد بتاعك وده اللي هيحصل ولا حاجة زي ما حاجة زي ما حاجة بالضبط المريض هيروح يتقدم له الخدمة وهيعمل قرار علاج على نفقة الدولة ومش هيدفع من جيبه حاجة لو متغطي بالتأمين السحي التأمين السحي اللي هيغطي لو متغطي هيتغطي اللي مش متغطي هيعمل قرار علاج على نفقة الدولة اللي هيزيد عليه اللي هيزيد عليه أنه هيبقى فيه تدقيق في القرارات نفسها شوية لأنه كان فيه قرارات بتطلع مش منضبطة اللي هيزيد أن جودة الخدمة هتبقى بشكل مختلف تماما أن القطاع الخاص يهمه جدا أنه يستمر في المنافسة ويستمر في المكسب حرصة على المكسب يكسب منين يكسب لأنه هو القرار ده في جزء منه هيخدم القطاع الخاص من الحكومة بالزبط هو القطاع الخاص في النهاية هدف للربح لازم يكسب بس عشان يكسب لازم يضمن هو يضمن لنفسه جودة معينة لأن الجودة لو قلت هو مش عارف يكسب بس خلاص مشروعه هيقصر هيبقى حريص على مشروعه أكتر من أي حد هي فكرة أصلا أنه يبقى فيه مستشفيات تابعة للدولة يعني فكرة لو أنا فهمك صح ولخص الموضوع فكرة العلاج على نفقة الدولة مش هتبقى عمال على بطال هتبقى لمن يستحق بالتدقيق دين مرواح بالزبط يعني هو ده اللي بيحصل دلوقتي برضو بس هيبقى أكتر دقة وهيبقى فيه جزء مهم جدا في الأمر وهو ضمان الجودة ده من جانب المستشفى بس هو ده على فكرة ده مهم جدا إحنا دلوقتي ليه الناس بتعزف عن التعامل مع القطاع الصحي الحكومي فقدان الثقة ده جاي منين؟ من سنوات طويلة جدا من التراهل الحكومي ده موروش قطعنا الصحي في مصر ليس قطاعا سيئا على الإطلاق وزارة الصحة المصرية ليست من الوزارات السيئة احنا مشكلتنا الأساسية في وزارة الصحة في مصر هي انخفاض الساعة هي؟ انخفاض الساعة يعني اين خفاض الساعة؟ العنبر اللي فيه عشرين وثلاثين يعني من آخر القطاع الصحي في مصر صالح لخدمة نفترض مثلا على سبيل المثال عشر مليون مواطن مش ميت مليون طب والباق بالزبط هي دي المشكلة يعني فطبعا موجود هذا الحجم الكبير من التزايد السكاني عمل ضغط على القطاع الصحي بشكل كبير جدا وخلى حصل قصور في تقديم الخدمة مش علشان هو وحش علشان الخدمة يعني هو مش قادر يستوعب هذه الزلال الاحتياج اكتر من بالزبط اه ما يستطيع